الفلاحة المستفيدين من المياه ديال الصد الاولوز اللي يسقط قريبا واحد اشراف هكتار اتقطاع علينا المت قريبا واحد الاسبوع وهذا الشي يخلف واحد الكارثة كبيرة في الفلاحة لان كما كان عارفو الناس هنا اكتار واحد ستين في المياه ولا سبعين في المياه ديال الفلاحة اللي يستفدم هاد المياه ديال هاد البراج هذا ما عندهمش البيار كي يعتمدون مية في المياه على البراج ولا احتقى على الناس اللي عندهم شوية البيار ما عندهمش الميال كافي وهاد الشي قد يسبب في وحدة في وحدة الازمة كبيرة في المنطقة لان الناس هنا ni تعتمد على الفلاحة والعمال ديالهم والعائلات ديالهم وواحد الاشكال كبير وهاد الشي قد يسببanya واحد ضرر كبير في نسبة الفلاحة وكانت منىها ويؤلم على الله قالت منها هادش كلها شي حالا في اقرب وقت ممكن الحال الوحيد هو يطلق لنوا الناس الماء في اقرب وقت ممكن اي لاي هذا الماء! هنا هو الفلحة للناس الى كل شيء كل شيء تمشى والي التزامت مع جميع الابناد مع شركة الهيئة دول الادوية миллиتزامات مع ر basif الديول الدول العقار وعندهم الخلاص لالضو وعندهم الخلاص لالباراج وبدأ العيين! والجي حلو طلقوا الناس الماء دولهم لغلاء! وهذا ههي المرحلة الاخيرة في الانتاج . أن دا بايل وقت الجنيئ بالنسبة للحواميد وبالنسبة لبانه انراء تعت tahu وهذه الوقيتة كي يبغي المال لأن هذه الوقيتة فرش كي يعمروا الريجيم ديال الباناني لجب الله تختار له المرأة العام كله رامشة المجهود ديال السنة ديال الفلاح كل شي رامشة كل شي غضي ضيع صراحة الوضعي اللي كيعيش هو فلاحي منطقة القردان ومنطقة واروجية سوسماسة عامة جراء انقطاع ديال المياه ديال المختار السوسي هي وضعي صعب جدا والإشكال هو أنه جات في الوقت اللي هو حساس جدا في الدير ديال البداية ديال الموسم الفلاحي وبداية يعني الطموح ديال الفلاحة أنه منتجوا هاد الإشكال العويس اللي كثيرا ما نبهنا لي وحضرنا منه والوضعي الحالي الآن راها تندير يعني بتوقف يعني الشاريان ديال الفلاحة بالجهة إن لم يكن شي حل اللي هو الجيدري وللأسف ما كنا تشهج على الأفق الآن نحن مش ضد أنه يعني الساكن والمواطنين أنه يستفدوا من ماء الشارب ولكن لكن كان عاودين أكدوا مش ما خصوش يكون على 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 الحقوق ديال الفلاحة خاصة المستفيدين من الباراج ديال المختار السوسي لأنهم يعتبرون شركة فضل المسرع هاداء الباراجة وتحبس علينا دروك ما كينش البيار قلال فيهم الماء الرخص ما تبوش يعطيهم لنا تنمشوا تنضربوا على الرخص تنجروا تنشبعوا تأجرين الرخص الحسينة هم ما ما كينش الباراجة وما قطعوا لنا باش بنوردوا حنا هادشي ما عدنا باش نوردوا هاي وقفة الشجرة ما كين الله لاعي الله كنا نتجو 100% دروك من اللي احتقطعينا الباراج رات قريبة بنا نتجو 30% نتجو مازل بالبيار ومازل ما بوعتونا قرار رخصة كان عندي 30% ديال اللي للعميلة نظروا غرا بقات 15% حي تحبس الباراج اذا باش كنت طالبوا دابنتوما؟ كان طالبوحنا بل البراج يتلقوه لنا يرجعونا البراج ويعتونا الرخصة ديالنا في مقارب كيب باش نلعتقو للشجار ديالنا والخدمة ديالنا وضعيا اللي كيعيشوها في اللاحي الجهة ففي الوقت اللي صاحب جلالة محمد السادس نصر الله ما فتأ يوصيب بالفلاحة وخاصة في العلام القاروي ولعل اخر خطاب دياله السامي في افتتاح الدورة الشرعية لهاد السنة اللي اكد على ضرورة الاهتمام بالفلاحة بصفة عامة السؤال المطروح واللي اطرحنا في عدة مرات اشنا هو المصير ديال المنطقة ويبدو لانه الان ربما هناك من يريد تغيير الملامح ديال الوضعية الفلاحية بالمنطقة ديال جهة سوسماسب لانها رائدة في هذا المجال ويبدو ان الان الامر تسير الى اشياء اخرى نحذر من هذه الوضعية